فهنا الأب اللي ظلم ابنه هل ده مسوّغ أن أنا أرفع قضية حجر على والدي ولا لا الفقه بيقول أنه قضايا الحجر بترفع علشان ثلاث حاجات لابد أنه يتوفر شروط معينة لازم شروط لازم ثلاث شروط غير عاقل مثلا أو غير مسؤولة عن تصرفات هو ده الفقه قال أنه يحجر على السفيه السفيه يعني إيه؟ هو ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة السفيه اللي لا يحسن التصرف واحد سفيه لا يحسن التصرف بيبذر جدا ما أشعارف هو بيصرف إيه منه وشماله ما عندهش حكمة في اللي بيعمل ما عندهش حكمة في التصرف واحد عنده تسعين سنة يروح يتجوز بنت عندها خمسة عشر سنة ويكتب لها كل حاجة أو يبقى فيه مشكلة أو يكون غير عاقل الأب العقل بتاعه وبيعاني من مرض نفسي مثلا يثبت الطبيب ذلك فإن حدث هذا وكان الأب سفيه أو غير عاقل أو كان عليه دين الدين بتاعه يستغرق التركة وزيادة لأنه الحجر مش عقاب الحجر في الشرعة الإسلامية مش عقاب الحجر اللي مصلحة المحجور عليه قد يكون لمصلحته زي واحد مسرف مبذر أو قد يكون لمصلحة الغير زي مريض مرض الموت واحد هيموت موت محقق فبيسرف في المال بشكل غير طبيعي فهنا بنقول هي دي مسوغات الحجر لكن في السؤال بتاعنا القضية ملهاش علاقة الحجر مختلفة تماما لأنه هو عقل ومسؤول عن تصرفاته ومدرك كويس أوي هو بيعمل إيه؟ الأب هنا ظالم لكن هل الإبن يرفع قضية حجر؟ القضايا في مصر بالتحديد قضايا الحجر فيه إحصائية صدمة كارسة لا والله والله العظيم بتقول أن 93% من قضايا الحجر ظلم من الأولاد على الآباء